طب أنا يعني أنا عايزة أقولك أن لو أنا قاعدة بلعب جيمة على الموبايل بتاعي أنا مثلا ومسكة الموبايل نفسها يعني ساعات بحيث أن مثلا الجزء ده ابتدى يرجعني بعد فترة وبجد ساعات ممكن يفضل واجعني لمدة يوم ولا يومين أنت بتعمل إيه في الموضوع ده؟ يعني أكيد دي مش حاجة صحية لإيدك مثلا يعني مثلا بيبقى يعني الجانب الرياضي أو الجثماني في الموضوع بيبقى مهم جدا بردو أنت لازم تبقى واخد بالك من صحتك لأن قاعدتك على الكرسي كتير بيقولك 8 أو 10 ساعات فدي ممكن تأذين وإيدك وضهرك أكيد طبعا الحاجات دي كلها بناخد بنا منها بتعمل إيه؟ طب قلنا فيه تمارين معينة بنعملها في إيدينا بس يعني مش شرط أن احنا كلنا بنعملها لأنها مش لازم يجيلي كرامبس في الحتة دي بس هو الأغلب هتلاقي الإي سبورتس بلايرز معتدين عليه أن هم بيبقى فيه دايما روتين جثماني لأن بدل ما أنت قاعد أنت لا تقاعد أنت قاعد بتلعب فأنت لازم تحرك جسمك لأن حركة الجسم دي بتفيد أكيد طيب ده بالنسبة جثمانيا حد بيلعب رياضة أو ألعاب إلكترونية طيب بالنسبة لبقى عقليا أنت ما بتحسش أن من كتر ما أنت مثلا يعني حاجات اللحنانية بنقولها لولادنا يا جماعة ما تقعدوش تلعبوا جيمس كثير يا جماعة ما تقفش كثير قدام البلاي ستيشن ما تقعدش تعمل كذا صح؟ فإيه اللي بيحصل لك إنت بقى كحد قاعد دي الرياضة اللي هو بيلعبها وأكيد هي بتأثر شوية صح؟ خصوصا أنت بتقولي بتتمرن وبتقعد ساعات كثيرة جدا بصو أنت تتعاملي معا أنها شغل يعني ما هو ناس كتير بتشتغل وبتقضي قدام اللابتوب ولا الكمبيوتر 10 أو 12 ساعة طيب هما بيعملوا إيه علشان يبقوا ذهنيا في حالة سليمة؟ ده شغلهم فأنا شغلتي أن أنا أقضي 10 أو 12 ساعة في اليوم قدام الكمبيوتر بس فيه فرق ما بين أن أنا أبقى 16 سنة وأكبر ومحترف اللعبة ففي نادي بيتعمني وفيه مدرب واخب باله مني وأنا واخب باله من صحتي وأكلي زيها زي لعيب الكورة لعيب الكورة بيقضي كم ساعة في التمرين في اليوم؟ خمس ست ساعت تمرين فهو واخب باله من صحته وجسمه وهكذا بس الفيديو جيمز خلينا متفقين أنها مش زيها زي الكورت السلق أو كورت القدم لأن أنت بتبقى بجد مركز جوه لعبة جامد جدا طبيعي صح لنت بتقولي بحيث أنه خطر يعني أنا طبعا مش دكتورة بس يعني ما صح أه بس أرجع تاني وأقولك 16 سنة فيما فوق ده ممكن يكون السن اللي أنت تحترف في اللعبة 16 سنة فيما تعقل يعني أقل من 16 لا ما فيهاش احتراف ولا أن أنت تعد تلعب 8 ساعات لو بتعد تلعب 18 ساعات أنت رسا ما فيش لا نادي ولا احتراف ولا حتى ده كرير أنت ممكن يعني تفضل تحط فيه وقتك أنت في السن ده أنت بتهتم بدرستك طبعا يعني أنا وأنا صغير أنا كنت مهتم بدرستي وكان أهلي بيبقوا شايفين أن طالما أنا درجاتي كويسة وبذاكر فخلص ما فيهاش معانا أنه هو يعمل لنا وفي نفس الوقت أنا ما كنتش بضايا الوقت ده على طول يعني أنا كنت ممكن في اليوم لغاية دلوقتي فأول اللعبة ما بتنزل أنا عشان أعرف اللعبة وأعرف الميكانيكس بتاعت اللعبة أو ممكن يكون بقضي في أول مثلا شهر أو شهر ونص من إصدار اللعبة بقضي 6 ساعات 7 ساعات في اليوم أي يا رامي يا وده اللي احنا عايزين اسمعهم بس بس بعد كده لا لا خالص بس بعد كده بقى بلعب 3-4 ساعات لأن في اللعبة مثلا بتاعتنا الكرياتيفتي عالية يعني لازم تكون كرياتيف فلو حصل أن أنا هفضل أحرق زيني في اليوم كتير مش حارف أقدي بالكرياتيفتي المطلوبة بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر